موسيقى ومن بلباو عدد من شباب مخيمات تندوف المقيمين بإقليم الباسك يؤكدون بوجه مكشوف أن مشروع الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والمثالي لقضية السحراء وأن الوقت قد حان للكف عن تسويق الأوام والمتجرة بألم السحراويين في مخيمات تندوف لنتابع هذا الحل الذي انتظرناه منذ 46 سنة وأظن أن هذا الحل صائب وجفقته ونتمنى عن جميع المكونات الصحراوية وجميع الأطراف أنهم يتبنى ذو الموقف يعود هو اللبينة الأساسية للمفاوضات والحل هذا النزاع اللي طال 46 سنة مع الكثير من المعاناة ونتمنى عنه يعود حل لهذه القضية ونتمنى التوفيق للأطراف عنهم يحلوا هذا المشكل بأسرع وقت أنا الأسم الغاضي المحفوظ الناجم من جاي من المخيم ونسكن هنا تيا في الباسك وكنت غايد جماعة في الدركة وانا الحق لله نأيد الحكم الذاتي لأن الصحراويين الحق لله صحراويين جي كاملين في الشتاء وكاملين تلقاوا العمرين والحل الوحيد اللي هو في صالح الصحراويين ونأيدوه بقوة هو الحكم الذاتي ولا بديل عنه هذا أحسن فكرة أحسن فكرة الحكم الذاتي هذا أنا هذا كوجهة نظري وجهة نظري ولا هي وجهة نظري أنا واحد اللي ما عايف وجهة نظر هذه هو الحكم الذاتي هو الحل الوحيد اللي احنا ما نبدلينه بشي وطال الزمن وقصر ليه ثبت التاريخ عنا صحراويين ليه نرجع الوطن الوطن هو الحياة وانتمناه من عند مولانا الله يوفق هذا المقترح دعمت اسبانيا واسبانيا عندها ملف اسبانيا عندها ماضي في الصحرة ودعمت وامريكا والعالم كامل مؤيده ونحنا مؤيده الحكم الذاتي كالصحراويين المتكلم سلك والبكر من موقفي شخصي انا نرحب به هذا القرار اللي عدت الحكمة الاسبانية حقيقة بلو وفقته وبالنسبة لي يطوي صفحة من المعانات ومن يعني تشريد ومن تشتيت الايلات طبعا انا صحراوي عايش هون وتابعت طبعا جبت القوليساريو قيلت المست وحسيت على ان هذه القضية طوال فيها الزمن سبعة وربعين سنة ولا بد من حل وخاصة من هنا تبدأ هذه القوة الاضمة اللي هي اوروبا وحلفائها والله امريكا وحلفائها بدأت تعترف عن ما خلق حل ممكن فاهم ويجد يصلح في ذالوقت الحالي ما هو الحكم الذاتي تحت الإدارة المغربية هذا دراسات الدول اللي تعرف شيء واللي استبقتنا بياسر من الزمن واللي عنده تجربة حقيقتنا في الديمغراطية وفي الحكم الذاتي نظرنا على انه الرحب به وأنا شخصيا ارحب به نظرنا عن بعض من الناس اللي ما هو ياسر ندد في هذا وعد بعض من وقافاته وكذا في الحقيقة الحقيقة الناس تلمس وبدأت تلمس على ان هناك حل هنا يغضى على هذا التشريد جمع العائلات ويغضى على هذه المئسات كاملة اللي الناس عايشها 47 سنة وعلى العموم أنا مرحب بهذا القرار وإيجابي قطعا عنه الإيجابي للصحراويين كاملين اللي بزالوا تابعين لجبهة القوليساري نظرنا عنها للرفكسيون خاصة تقود الجميع خاصة يعرف عنه خالق اللادة وهو الصالح وهو الهدف اللي مديوس على أمكان القيسو ومؤيده ناتلى وقت الحروبات والتشتيت والتشريد وذيك المئسات الليمانية اللي هنجوع لهذا رايك مع تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء في العالم تستفيق ساكنة مخيمات تندوف على حقيقة مفادها أن 46 عاما من الانتظار ما هي إلا صراب وشعارة وهي لتتعالى أصواتها مطالبة بتنزيل الحكم الذاتي كحل نهائي لمشكل ونزاع الصحراء وانتهاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف تقرر لفتح لامين سنوات عجاف ستأتي بعدها سنوات فيها يغاث الناس هكذا أخبرهم لكن السنة تلتها الأخرى مرت كلها عجاف طال الانتظار وطال بمن اعتبرهم لاجئين المقام وأين بأرض قفار سحراء لا ماء فيها ولا ضرع ولا زرع لا شجر لا حياة ولا بشر فاستفاق هؤلاء على مجرد حصار وشعار محاصرون لتحقيق أجندة وشعارة لإطالة أمد الحلم والتعلق بالسراب السحراويون بمخيمات تندوف مجرد ورقة بين قيادة ذاقت حلاوة الغنى وأبت العودة للسواب وهي تدرك أن مسارها مجانب للسواب ونظام عسكري متصدع يتجاذب الورقة كل حسب غاياته ومصالحه ولأن الحق واضح جلي حتى وقت الفتن تتوالى اعترافات عواصم الغرب الكبرى بمغربية السحراء وتعود أفريقيا عن غيها وترفرف في سماء العيون والداخل أعلام دول شتى تمثل قنصليات تعكس الاعتراف بالحق آخرها إسبانيا التي ظلت تأوي خلايا بوليساريو وتتستر على ضلالتهم تخرج باعتراف صادم مفاده أن الصحراء مغربية مهما طال الزمن وأن إسبانيا المملكة العريقة التي تربطها بمملكة الشرفاء علاقات وطيدة ضاربة في عمق التاريخ يجب أن تخرج من المنطقة الرمادية التي ما عاد المغرب يقبل بها كانت صفعة جعلت الكثيرين يوقنون بأن جبهة بوليساريو مجرد كذبة حقيقتها الوحيدة أن قياداتها يتمتعون بامتيازات مالية تفوق الخيال تلك هي الحقيقة الوحيدة في كذبة بوليساريو على خلفية كل ذلك وبعد منجلت الحقيقة وسقط القناع يخرج هؤلاء من حيث يسمعوا صوتهم بمنطقة الباسك فيتشكل تكتل صحراوي لدعم بل وللمطالبة بالحكم الذاتي لإنهاء معاناتهم صحراويون أصليون والقصد ليسوا جزائريين ولا من دول مجاورة ولا غيرهم فهؤلاء أرقام تستفيد من المساعدات الإنسانية على حساب مأساة الصحراويين الحقيقيين ومعاناتهم يرتفع صوت التكتل مطالبا بالحكم الذاتي الذي يلقى دعما داخل منطقة الباسك ليبدأ آخرون بالخروج اتباعا مطالبين بالحكم الذاتي فهو الحل الأنسب لإنهاء معاناتهم صرخة مستنجد ذاقشت أنواع العذاب تنكيل ترهيب وتهديد فوق كل ذلك ظروف عيش غير كريم والصرخة أن نريد العودة إلى أرض الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر